قانون النقابة من ضمن أهداف القنية التدريب والتأهيل للمهندسين الزراعيين هذا هدف من ضمن الأهداف القنون وبالتالي أنت النهاردة يطلع عندك 25 كليات زراعة في مصر 2 معهد عالي 3 كليات للسروة السمكية أنا بتتكلم تقريباً في 30 كليات زراعة موجودة عندك مغطية كل أنحاء مصر وبتخرج لك كل سنة خارجين والخارجين ما بيلاقوش فرصة عمل وبالتالي لأن المناهج الدراسية اللي بتجرس داخل كليات الزراعة اللي أنا أحد خارجيها ما حشال تصيليها تطوير وتعديل وتحديث عشان تواكب الخارجي الجديد فرص العمل الجديدة وبالتالي يواجب علي أنا كنقابة مان زراعية إن أنا أبدأ في عملية مع رؤساء الجامعات وعموداء الكليات ولجنة القطاع في المجلس الأعلى الجامعات إن نحن نشطهم تطوير المناهج التعليمية عشان تناسب سوء العمل دي النقطة ودي أنا عضو في لجنة المجلس الأعلى الجامعات بحكم النام نقيب زراعيين وهيُعقد اجتماع يوم 28 بعضور وزير التعليم العالي والسيد وزير الزراعة والسيد الأمين العام للمجلس الأعلى الجامعات بكلية زراعة جامعة القاهرة يوم السبت 28 عشان نراجع المناهج اللي موجودة بتدرس داخل كليات الزراعة طب أنا كنقابة هستنى لغاية لما يحصل عملية تطوير المناهج لا قلت لا إحنا هنبدأ برنامج تدريبي من خلال معسكرات تدريبية لشباب المهندسين الزراعين اللي أقل من 35 سنة وناخد معاهم من طلاب بتوح كليات الزراعة وبالفعل نفست أول معسكر تدريبي في مرسى مطروح يوم 26 ثلاثة بحضور سيد محافظ مطروح اللي هو على أموزه وحضروا 300 مهندس زراعي من كل أنحاء الجمهورية من كل الإدارات الزراعية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الاستثماري وكان معانا خبراء بيدوهم محاضرات على التنمية المستدامة والمشروعات القومية اللي احنا بأدفها وخطة الزراعة وخطة المشروعات الزراعية وفي نفس الوقت يقب فيه تدريب عملي محافظة مطروح تحتمد في الزراعة على الأمطار وبالتالي ما عندهاش مية تنين فكل الزراعات تحتمد على حصاد المية وإقامة سدود وحفرة عبار وخدناهم في يوم ورناهم نموذج للتنمية المستدامة وللزراعة في محافظة مطروحة انا عايز اقول لحضرتك المؤتمر التاني بنعدله هيكون في الواد الجديد المعسكر التاني في الواد الجديد مع مجموعة اخرى من المهندسين الزراعيين لان انا مستعدك ان انا خلال السنة دي على الاقل اكون دربت مش اقل من 5000 مهندس زراعي لو احنا نجحنا فتاك النقابة يوباحنا عملنا عمل كويس جدا وحتى اتلاقي المهندس الزراعي اللي جاي من الواد الجديد رايح مطروح ما كانتش يعرف محافظة مطروح دي ايه ومكوناتها ايه ويصال لها ازاي اللي جاي من البحر الاحمر اللي جاي من اسوان اللي جاي انت بتعمل تدريب وبتعمل في نفس الوقت رفع الوعي الثقافي عند زميلك المهندس الزراعي بيبدأ هو معلوماته بتزيد وهو ماشي على الطريقة عد على البحيرة وعد على ده منهور وعد على اسكندرية وشاف كل المكونات دي انت سقفته وفي نفس الوقت دربته ووريته تجربة عملية لان الكلام النظري برضو لابد يشوف حاجة نموذج للتنمية المستدامة قدامه في المحافظة اللي هو موجود فيه دي احنا دلوقتي دي خطتنا وبدأنا تنفيسها يوم ستة وعشرين تسعة وان شاء الله المحسكر اللي جاي هيكون في محافظة الواد الجديد بإذن الله وبرضو هناخد فيه 300 مهندس زراعي وشباب من القليات الزراعة وبدأوا عمداء قليات الزراعة يبعتوني من دلوقتي اسماء الطلاب اللي هيشاركوا معانا في دي فده برنامج احنا ماشيين فيه واعتقد ان البرنامج ده هيعمل معانا يغطي معانا جزء في التدريب ليه لان انت النهاردة بكلم حضراتك بصراحة المليون ونص فدان الميت الف صوبة المشروعات الانتاج الحيواني مشروعات للزراع السامج مين اللي هيشتغل فيها؟ هيشتغل فيها خريج الزراع الخريج بتاع الكلية الزراع وهو ده المستهدف تشغله بس من غير ما تدربه ومن غير ما تأهله هيقب فيه صعوبة احنا فيه شراكة بيننا كان غابة مهن زراعية وبين جهز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال ان هم بيطلبوا مننا كل فترة قاعد البيانات بتاع الخريجين بتوعنا حديث التقرب فيه تخصات معينة زي الانتاج الحيواني لألبان التصنيع الغذائي وبنبعد قائمة اللقاعدة البيانات دي لجهز الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية بيبدأوا ياخدوا زميلنا الشباب بيبدأوا يعملونهم عملية ترينج عملية التدريب و بيبدأوا يشتغلوا حتى النواهي اللي بتشتغل دلوقتي في المشروعات دي هي من ابناؤنا الشباب اللي تم تدريبهم وتأهيلهم من خلال جاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة الاندسية فحتى فيه شراك بنعمل شراكة للتدريب عشان اوسح في عملية التدريب لان امكانيات داخل النقابة محدودة فبعمل شراكة مع كبريات الشركات القطاع الخاص اللي بيمتلكها زمين الوانتسين الزراعي سواء كان في المبادات سواء في الاسمدة سواء في الانتاج الزراعي وعندهم مراكز تدريب واحنا عندنا مراكز تدريب بندخل في شراكة مع القطاع الخاص عشان عملية التدريب لانه النهاردة لما يتدرب في شركة كبيرة شركة اللي انتاج زراع كبيرة ويتعلم لغة من خلال التدريب الشركة دي بتوفر له فرصة عمل الشركة دي حتى بتحلو فرصة عمل في الخارج طالما هو تدرب وتأهل واصبع عنده لغة يقدر سوء العمل يعمل فبنعمل الشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية ومع الهيئة الهندسية وفي نفس الوقت بنعمله مع القطاع الخاص مع زميلنا اصحاب شركات القطاع الخاص عشان يساعدونا في عملية التدريب والتأهيل للمهندسين الزراعين